مرحلة محمد شياع السوداني حكومة جديدة يجب أن تكون قوية دروس عراقية من حقل كريش هل يستطيع ريش سوناك أن يصنع التاريخ كأحدث رئيس وزراء في المملكة المتحدة؟ ابقوا معنا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأخيرا وبعد أكثر من عام من السجال والنقاش والعنف الدموي أيضا الذي شهدته المنطقة الخضراء ومدن عراقية خصوصا في البصرة أصبح للعراقيين حكومة جديدة كاملة الصلاحيات طبعا نبارك للشعب العراقي ونبارك لنا ونبارك لكل الخيرين في هذا الوطن الذي عانى كثيرا هذه الحكومة الجديدة كاملة الصلاحيات لكن طبعا يجب أن نتوقف هنا عند بعض الملاحظات التي لابد من أن نتناولها لكي تصبح بالفعل مرحلة السيد محمد الشياء السوداني بداية جديدة لحكومة قوية تنفذ برنامجها الحكومي دون معوقات واحدة من النقاط المثيرة في البرنامج الحكومي للسيد محمد الشياء السوداني هو إجراء انتخابات مبكرة بعد عام انتخابات تشريعية مبكرة وطبعا قبلها إجراء القيام أو تعديل قانون الانتخابات بعد ثلاثة أشهر أو في غضون ثلاثة أشهر لكن هذا لا يمنع من أن نوجه انتقادا حادا لهذه النقطة بالذات يعني كأنك يا أبا زيد لا ما غزيت شمي يعني بعد عام ولماذا انتخابات مبكرة جديدة ونفس الشيء وهم راح نشهد هذا السجال وبعض الحكومة الجديدة التي يجب أن تتشكل هم راح تشهد مثل هذا السجال لأن الآليات تقريبا ستكون متشابهة التي ستفضي إلى انتخابات جديدة حتى لو تم تعديل قانون الانتخابات والمفوضية وكل ما يتعلق بتقنيات إجراء الانتخابات المبكرة ما احنا شوفنا يعني خلال هاي الفترة الماضية وحتى الانتخابات السابقة ومنذ 2005 يعني منذ أول انتخابات انجرت في العراق دائما ما يشهد موضوع تشكيل الحكومة سجال وجدال وما راح نخلص أبدا من هذه القضية البيضة من الدجاجة لو الدجاجة من البيضة حكومة توافق لو حكومة محاصصة لو حكومة أغلبية لأن الوضع لا يزال قائما على أساس من التفاهمات يعني حتى لو الآن لنفترض جدلا وفرض المحال ليس بمحال لنفترض جدلا أن الأخوة الذين كانوا في التحالف الثلاثي شكلوا حكومة أغلبية زين حكومة أغلبية سنة السلطة سيتنازلون عن حقهم في أن يصبح رئيس البردمان منهم وفي أن يكون لديهم وزراء كما أصروا في هذه الحكومة الحالية هل أيضا سيتنازل الأخوة الأكراد من الحزبين وحتى من المستقلين عن حقهم فيما يقولون بأنه يجب أن يكون رئيس الجمهورية من الأكراد هل سيتنازلون عن حقهم الانتخابي أو استحقاقهم الانتخابي فيما يتعلق بالوزراء الموجودين في الحكومة إذن أحيانا نتحدث عن المحاصصة بانتقادات شديدة لكن أنت أمام واقع لكي تحافظ على حقوق المكونات الموجودة في هذا المجتمع بعد أن قسمت المواطنة إلى مكونات فيجب أن تعطيهم الحق لكي يشاركوا في الحكومة وفي إدارة الدولة وهذا ما حصل في النهاية عندما تم إيجاد ائتلاف باسم ائتلاف إدارة الدولة لكن عندما نطالب السيد محمد الشياء السوداني بتنفيذ باقي برنامجه الانتخابي خاصة ما يتعلق بما سماه جائحة الفساد فإذن يجب أن نعطيه الوقت الكافي سنة واحدة لا تكفي على الأفضاق لا يمكن أن تكفي في بلد مثل العراق في بلد شهيد تشكيل الحكومة فيه سنة واحدة أو أكثر أكثر من سنة يعني هذا اللي يقولون علي اللبطانة أغلى من الوجه وانت قدمت تكاليف كثيرة دفعت تكاليف كثيرة من دماء مواطنين من دماء قواتنا الأمنية في غائلة فتنة الخضراء وغيرها من الهجمات التي مورس فيها العنف ضد القوات الأمنية زين النتيجة أنه أنت تعطي فرصة للسيد محمد الشيعة السوداني سنة واحدة لكي يشكل أو لكي يجري انتخابات مبكرة حذر مجلس العلاقات الخارجية الأوروبي من إجرائها في العراق تحديدا عندما قال بأنه يجب على العراقيين أن لا يتحركوا وفق الأمزج يعني بات شوهم يلا سويت انتخابات أخرى بعد السنة وطلع واحد من الفاعلين بالعملية السياسية ما عجبت النتائج خاصة هو من الآن من الآن يقولون بأنه إذن عندما تجرى انتخابات مبكرة بعد عام بعد تعديل قانون الانتخابات فهذا الأمر لا يرضينا وبدأوا ينتقدون موضوع إجراء تعديل في قانون الانتخابات أنا أعتقد يجب على الشارع العراقي الذي فرح كثيرا بتمرير حكومة السيد محمد الشيعة السوداني لأسباب كثيرة أولها أنه نظيف اليد هذه مسألة مهمة ثانيا أن حكومته بداية لانكسار أو هذا اللي سموه بالانسداد السياسي ثالثا وعد بأن يحصر السلاح أو هذا السلاح المنفلت بيد الدولة يعني يعمل ضبط للأمن ويعيد الاستقرار الأمني الداخلي في البلاد والشعب يرتاح الشعب يريد واتشفته حتى أولئك الذين كانت لديهم ملاحظات على حكومات سابقة سكتوا في عهد مصطفى الكاظمي سيء الصيد أقول سيء الصيد لأنه خلال هذه الفترة لم يشهد العراق فسادا كبيرا كما شهده في فترة السيد مصطفى الكاظمي حتى أولئك الذين كانوا قد تضاغروا في كل الحقب الماضية وتضاغروا حتى قبل أن تتشكل حكومة محمد الشيعة السوداني ضده وضد الحكومة هؤلاء يعترفون عندما يتحدثون في قنوات فضائية معروفة التوجه يعترفون جيدا بأن السيد محمد الشيعة السوداني هو نظيف اليد وبإمكانه أن يفعل الكثير لو أطلقت يده لو ترك له العنان أو تركت له حرية أن ينفذ باقي برنامجه الانتخابي الشعب الذي فرحه بحكومة السيد محمد الشيعة السوداني عليه أن يطالب من الآن من الآن يطالب بأن يترك المجال لحكومة السيد محمد الشيعة السوداني لكي يحكم بالفترة المتبقية على الأقل الثلس سنوات يعني سنة راحت من عمر الحكومة بهذا السجال وهذا الجدال وكل ما شهدناه خلال الفترة الماضية علينا إذن أن نمنحه الفرصة وهي ليست الفرصة الأخيرة كما يقولون ويزعمون للإسلاميين وللأحزاب لأن هؤلاء أيضا أثبتوا خلال هذه الفترة الماضية خلال هذه السنة الماضية عندما أظهروا رباطة جئيش وأظهروا بالفعل أنهم الثلث الضامن الذي منع تبرير حكومة الإقصاء وحكومة الإقصاء يعني حكومة تصفية الحجد الشعبي وتصفية فصائل المقاومة وإيجاد خلافات وشقاقات داخل القوى الأمنية العراقية هؤلاء أيضا عليهم أن يمنحوا السيد محمد الشاع السوداني مثل هذه الفرصة وأن يدعموه بكل قوة ويقفوا إلى جانبه وهو أيضا يجب أن يبدأ من جمهور هؤلاء ومن جمهور المناطق الوسطى والجنوبية كما ذكرنا في الحلقة الماضية وشفت أنتوا يعني شفتوا أن البقية المكونات مثلا المكون الكردي الإخوان في الحزب الديمقراطي الكردستاني والإخوان أيضا في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني لم يتخلوا عن استحقاقات الناخبين الذين جاءوا بهم إلى السلطة أو إلى البرلمان وكانوا يطالبون دائما بأن يكون لديهم صوت لكي يوفروا ويحققوا لناخبهم ما يصبون إليهم ونفس الشيء فعل الإخوة في سنة السلطة من تحالف السيادة كما يسمونه عندما أصروا على وزارات المعينة لأنهم يزعمون أو يقولون أو هكذا يفكرون بأنها تحقق أماني ناخبيهم أنتم أيضا ابدأوا من ناخبيكم وابدأوا من الوسط والجنوب الذي يتعرض إلى مؤامرة كبيرة ما زالت مستمرها ابقوا معنا دروس عراقية من أزمة حق لكاريش ما يجب أن نتعلمه من الأخوة اللبنانيين خلال المفاوضات التي أفضت إلى التوقيع على ما سمي بترسيم الحدود البحرية فيما يتعلق بحق الكاريش بين الفلسطين المحتلة وبين لبنان نحن في العراق يجب أن ندرس بعناية المفاوضات التي جرت وما ذكر عن محاولات هنا وهناك لتمرير ما سمي بالتطبيع مع الكيان الصهيوني وكيف أن الأخوة في لبنان أجهضوا مثل هذا المشروع وجعلوه هواء في شبك حققوا حصلوا على حقوقهم فيما يتعلق بحق الكاريش لكنهم في نفس الوقت أكدوا استمرار المقاومة وأكدوا أنهم لا يعترفون على الإطلاق بكيان لقيط اسمه إسرائيل نحن في العراق أيضا يجب أن ندرس هذا الموضوع كما قلت لكم وأسلفت خاصة فيما يتعلق بسلاح فصائل المقاومة وفيما يتعلق بالحجد الشعبي هناك دعوات كثيرة أثيرت في الفترة الماضية بل حتى منذ تكسير مجاديف ما سمي بالدولة الإسلامية الانتصار الكبير الذي تحقق على داعش تحرير المدن طرحت مثل هذه المشاريع والأفكار وتكثفت كثيرا بعد الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في أكتوبر 21 من العام الماضي عندما برز بعض الفائزين هكذا نقول في تلك الانتخابات وطالبوا مباشرة بتشكيل حكومة وهذه الحكومة يجب أن تكون تبسط يدها على فصائل المقاومة تحصر السلاح بيد الدولة سلاح المقاومة فصائل المقاومة التي قاتلت داعش فصائل المقاومة التي قاتلت الاحتلال فصائل المقاومة التي ترفض وجود قوات أجنبية على الأراضي العراقي وأيضا طالبوا بحل الحجد الشعبي أو تشذيبه بالطريقة التي تجعله بلا طعم ولا رائحة ولا لون ولا هوية غير هوية أنه يكون تابعا لما تمليه توصيات محهد واشنطن الذي أسسته لجنة الأيبك العلاقات للعلاقات الأمريكية الإسرائيلية المعروفة بأنها اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة وهذه اللجنة وهذا المحهد تحديدا يعمل على الترويج والتكريس سياسات الولايات المتحدة والكيام الصهيوني في منطقة الشرق الأوسط طيب كل ما حصل في مفاوضات حق الكاريش هذا لازم دائما نكرر لأن حجم الهجمة الإعلامية التي تثار ضد الأخوة في حزب الله وضد لبنان تحديدا هو كبير لتشويه هذا الانتصار وإظهار أن حزب الله لبنان وحركة أمل وحركة المقاومة كلها يعني في لبنان قبلوا بالتطبيع مع الكيام الصهيوني ويروجون لفكرة أن هذا الترسيم هو بين الكيام الصهيوني وبين لبنان والحقيقة غير ذلك على الإطلاق غير ذلك الترسيم هو بين فلسطين المحتلة ولبنان شلون؟ لبنان تريد تستثمر في هذا الحقل الكيام الصهيوني الذي يحتل فلسطين أيضا يستثمر في هذا الحقل فمن الطبيعي على الأخوة في لبنان أن يحصلوا على حقوقهم كما فعلوا في قضية الآن هذا الخلاف حول مزارع شبعة سورية أو لبنانية أو فلسطينية هذا له صلة بموضوع الحدود بين فلسطين المحتلة ولبنان مو بين إسرائيل ولبنان أو سوريا ولبنان كل ما حصل من مفاوضات هو غير مباشرة والوفدان اللبناني والإسرائيلي لم يلتقيا وتم التوقيع كل طرف وقع على ورقة خاصة يعني تعرفوه وما تعرفوه ماكو قاعدة واحد اقبار الثاني والله يقول لك هذا ربما يعتبر جزء من التطبيق حتى على فكرة يعني حتى لو حصل هذا لا يعني التطبيق قام شفتوا في صلح الحديبية الكفار والمشركين ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل هذا تطبيع مع ذلك هذا لم يحصل هذا التطبيع كما لم يحصل التطبيع بين رسول الله صلى الله عليه وآله والمشركين وحتى مع أعدائه الآخرين في القضية الحساسة قضية حق الكاريش لم يحصل هذا التطبيع بعد المسؤولون اللبنانيون حارصوا على أن لا يقدموا أو لا يقدموا على أي عمل حتى في الشكل بمس بالمضمون يمكن أن يعطي شبهة التطبيع كانوا حريصين جداً راقبوهم وشوفوه طلعوا الفيديوهات السابقة طلعوا التصريحات الرسمية أكوا وسيط هم وسيط أمريكي وهم وسيط من الأمم المتحدة وهو نفس العدو الصهيوني العدو لو تشوفون كل التصريحات الرسمية الكيان الصهيوني من مسؤولين رسميين الصحافة التي أيضاً تتابع هذا الموضوع اعترفوا أنهم أيضاً لم يحصلوا العدو الصهيوني على أي ضمانات أمنية في ملف ترسيم الحدود البحرية يعني بكرة ممكن تصير عملية للمقاومة أما أن تكون ابتداء أو كرد فعل على اعتداءات صهيونية لا يكون مهيئاً حتى في موضوع الضمانات قد تعتبر بشكل أو بآخر جزء من التطبيع يعني ما دام هناك تنقيب نحن ما راح نسوي عمليات عسكرية لا لا هذا أيضاً لم يقدم لا من حزب الله لا من حركة أمل لا من الجيش اللبناني لا من أي فصيل رسمي في الحكومة اللبنانية في الحقيقة لبنان أنجز خطوة كبيرة علينا أن قلت لكم أن ندرسها بعلاية ستضعه أمام مرحلة جديدة في تأريقه وبالنسبة لنا نحن أيضاً في العراق علينا أن نفهم جيداً أن التخلي عن سلاح المقاومة سلاح فصائل المقاومة والعدو موجود الأمريكي موجود قوات النيتو موجودة قوات ما يسمى بالتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لذريعة محاربة داعش والإرهاب موجودة أنت لا تغررك هذه المواقف الإيجابية الآن التي أطلقت من قبل الأمريكان المجتمع الدولي بلاس خارت ألمانيا فرنسا دول أوروبية كثيرة كلها رحبت بتشكيل حكومة السيد محمد الشياع السوداني أعربوا عن رغبتهم في التعامل مع حكومته هذا كله لا يعني على الإطلاق أن هذه الدول هي تريد الاستقرار للشعب العراقي وتريد خيره الآن كما قلت لكم سابقا هم في مرحلة بحاجة كبيرة إلى استقرار الأوضاع في كل منطقة الشرق الأوسط ولاحظنا في لبنان في مسألة حق الكارش ولاحظنا في سوريا في موضوع الانكفاءة التركية البارزة واللافتة في قضية الاعتراف بالهزيمة الكبرى أمام سوريا فيما يتعلق بالمعركة التي سميت آنذاك بثورة الربيع العربي وهي حرب عالمية أرهابية قادتها دول عالمية من ضمنها الولايات المتحدة وحتى زال قواتها موجودة في الأراضي السورية وتنهب النفط السوري وهناك قوات أجنبية أخرى ومنها طبعا قوات تركية لكن مع كل ذلك هناك تراجع واضح لصالح الدولة السورية التي تقوم هذه الأيام بلملمة الطرافها لتعيد السلام الكامل والتخلص من الأرهابيين جميع الأرهابيين في إدلب وبعض الجيوب هنا وهناك أقول الغرب الآن لا يغرونكم بأنهم يعني صمتوا في هذه الفترة سمحوا أقول سمحوا صاغرين بتمرير حكومة السيد محمد الشيع السوداني لأنهم يعرفون جيدا أنهم مقبلون على شتاء قارس ولديهم مشاكل في أوروبا النيتو يعاني من اختزازات كبيرة وانقسامات بريطانيا كما سأذكر لكم في المحور الثالث لديها مشاكل عويصة جعلتها تقوم بتغيير مفاجئ باستمرار لرؤساء الوزراء تعاني من أزمة اقتصادية كبيرة وهي الحليف الاستراتيجي رقم واحد للولايات المتحدة الأمريكية لكنهم يتربصون بكم الدوائر وينتظرون ضعفكم لكي يحركوا الأوراق هنا وهناك وليعبثوا بالأمن والاستقرار المطلوبين من حكومة السيد محمد الشيع السوداني في المرحلة المقبلة إذن من أهم دروس أزمة كاريش التمسك بسلاح المقاومة وتعزيز قوة الحجد الشعبي وباقي القوات الأمنية وشوفوا السوى حزب الله وهذا درسه الكبير طبعا مع حركة أمل وباقي المقاومين في لبنان ابقوا معنا هل يستطيع ريشي سوناك أن يصنع التاريخ كأحدث رئيس وزراء في المملكة المتحدة وهل يستطيع تهدئة بلد في حالة من الفوضى في المملكة المتحدة أصبح أحد الملونين رئيسا للوزراء هندي ديانته هندوسية من المهاجرين من أبناء المهاجرين أسرته كانت في الهند وانتقلت إلى بريطانيا بريطانيا المملكة المتحدة بريطانيا العظمى التي كانت تحتل الهند الهند الآن يحكمها هندي مو بس هندي هندوسي عندما أقسم في مجلس العموم يعني في البرلمان أدى اليمين التستورية أدىها على كتاب الهندوس المقدس الذي أسمه البهاء البهاء الذي جرى بين السيد أو الرب اللي هم يقولون المبارك كريشنا وأرجونا عند بداية المعركة وهو عبارة عن 700 بيت بالقصائد أكتبش بالشعر أو آية تقع في 18 فصلا طبعا هذا الكتاب يعرف باسم البهاغافات قيتا يعود تاريخه إلى قرابة الألف الثالث قبل الميلاد هذه معلومة وتعرفون أنتو الهندوس أيضا يعبدون البقر ولديهم كهنة لو منسوا تشوفون الصور التي بثت بشكل رسمي عندما ذهب السيد ريشي سوناك إلى مرجعه الديني لأخذ البركة منه وجلسه بين يديه خاضعا هو وزوجته وأحياء طقوسه باللتية يعني هذا الشيء اللي يحبه حتى عندما دائما عند كل ما يستنم منصب هو كان قبل أن يصبح رئيسا للوزراء كان وزير للخزانة أو وزير المادية منعينه رأسا راح إلى المكتب وسوى بعض الطقوس اللي ببعض الناس يكون هذه الطقوس غريبة بالنسبة إلى هذه الطقوس الدينية يتبارك يتفائل حتى يعني يحصل على البركة ويمضي في مشروعه ما قال أنا علماني ما استنكف مثل بعض الدونية ما استنكف وأطلق مثلا عبارة عادل أبو لفات عادل أبو لفات أذرا للأستاذ عادل عبد المهدي ما راح يوزع لفات في أربعينية الحسين عليه السلام هذا يعيره رئيس الوزراء العراقي بن يروح يزور الحسين عليه السلام ويشارك في مسيرة الإمام الحسين في طقوس عاشرة يعيره من اللي يعيرها في عير الشيعي دونية الشيعة مع كل الأسف وهنا هذا أحد عيره تعالوا شوف الصحافة الغربية والصحافة الأجنبية والصحافة البريطانية بالمناسبة الصحافة البريطانية هنا صار لهم فترة يشنون حملات قوية قاسية على حزب المحافظين الذي يتزعمه الآن هو السيد ريشي سوناك لكنهم ورطهم في قضية الانسحاب من الخروج من الاتحاد الأوروبي البريكستو والمشاكل الاقتصادية تتوالى على بريطانيا منذ ان انسحبه من 2017 وهذا يومك صحيح بـ 2020 تم تنفيذ الانسحاب بشكل رسمي بس صار انهيار في الجنيغ الاسترليني بشكل لافت الحياة الاقتصادية في بريطانيا حدث ولا حرج حدث ولا حرج لكنهم لم يتطرقوا إلى لون وبشرة وديانة رئيس الوزراء مو من باب المدح انا ما جاي امداح بس احنا ليش احنا في العراق حتى وصل الامر الى بعض الشيعة اقوله من يختلف وي الاخر حتى في مظاهرات تشري طلعت بصراحة يقول له ابن المتعة مجوسي يقول له الشيعة مجوسي صفوي شيعي عراقي يقول له الشيعي عراقي انت صفوي مجوسي شوف حملة التغريب الفكري الاستلاب الفكري هذا الغزو الثقافي شلون صنعوض ضد النوعي شلون صنعوض ضد النوعي بعدين هم يجوا يقبلون برئيس برامان سني ومن حزيم وتنظيم وعند وزراء سنة تابعين لأحزاب سياسية سنية يقبلها الشيعي ها هذا الشيعي الدوني عذرا على العبارة الدونية ترى مو اساءة يعني هذا الذي يعتبر نفسه دائما هو جوه وينظر للاخرين انهم فوق من الدون ويقبل بان يكون رئيس الجمهورية من الحزب الديمقراطي لو من حزب الاتحاد الوطني حزبي حزبي ويقبل ايضا هؤلاء يعرفون وزراء حزبي بس من يجي الشيعي من حزب الدعوة لو من المجلس الاعلى لو من تيار الحكمة لو من منظمة بدر لو من العصائب عجيب لو من الفراتين السالة الفراتين رجل رئيس الوزراء سوال التحالف سمى الفراتين هذا كان حزبي سابق اصبحت الحزبية والمعارضة وشو الحزبي يعني هم يستهدفون احزاب سياسية شيعية قاومة النظام السابق الدكتاتوري واسعت الى ازالة هذا النظام الذي كان جاثما على صدور العراقيين طوال السنوات الماضية وخلف لكم حربا عراقية ايرانية بين قوسين حرب على الشيعة والشيعة حرب على الشعبين والايراني والعراقي وخسوا لكم غزولة لكويت وجاب لكم حصار وجوع وراجعوا الفترة الماضية اللي يسمونه الزمن الجميل شوفوا شوفوا صدابي سوا اللي جاب لكم الانفال مية وثلاثة وثمانين الف شهيد وشهيدة وبيناتهم اطفال شقد من الاكراد جاب لكم مجزرة حلبشة على الاقل خمسة الاف على الاقل انا اقول انا كنت في حلبشة وكانت معلوماتي انا ذاك احد عشر الف شهيد قتلوا في حلبشة اللي جاب لكم مجزرة المقابر الجماعية مجازر بعد الانتفاضة الشعبانية وليش صارت انتفاضة الشعبانية لانهم شافوا الجيش العراقي الذي عاد منكسرا من الكويت يقتلوا في الطريق من قبل الامريكان فطلعوا الناس خابين يريدون كرامتهم سحقهم سحقا يقولون الزمن الجميل الزمن الجميل ويجون يعيبون على رئيس الوزراء ان يكون حزبيا سابقا او حاليا واكو شبهة كبيرة ارجو ان تعذروني ان اطرحها الان حتى يعني بعض الاخوة والاخوات ربما يعني من يريدون يحكون انطلت عليهم هذه الشبهة ما اعرف السانة ما لي علاقة بالنوايا من يجون يقولون ويذكرون من محاسن السيد محمد الشاع السوداني يقولون والله انه كان من الداخل من عراقي الداخل صارت عراقي الخارج سبة عراقي الخارج الذين لم يذهبوا الى الخارج حتى يروحون للسياحة لو يروحون لاكمال دراستهم راحوا للخارج لانه كان السيف على رقبتهم عارضوا عمي اللي كان يدخل مسجد مسجد في زمن صدام ومو بعثي كان يعدم اللي كان يسمع اذاعة طهران كان يعدم اللي ما كان يبلغ على اخوه اخوه في حزب الدعوة كان يعدم او معارض حزب الدعوة مرضمة العمل وحزاب السياسية اللي كانت موجودة هذا الزمن الجميل كان الاب يكتب على ابنه الابن يكتب على ابوه الزوجة تكتب على زوجه تدمير الشخصية العراقية ما نتعلمه السانع عنواني ترى أنا ردت بس الفة الانتباه الى موضوع ان ريشي سوناك جاء به من قبل البريطانيين لكي يصنع لهم التاريخ ويخلصهم من الازمة الاقتصادية الحادة التي يعانون منها بعد خروجهم من الاتحاد الاوروبي ما لهم على قبل ونو بدينه يريدون يعيدون لبريطانيا الدور الذي كانت تلعبه سابقا على درس ودرس مهم جدا نعم بريطانيا ادهى مشاكل اخرى ربما هذا رئيس الوزراء لن يستطيع ان يفعل شيئا لأن بس هو انقذهم من فكرة ان تجرى انتخابات عامة يعني هو البديل اذا ما تقدر تجيب رئيس وزراء بديل للتي استقالت ليز تراس ليز تراس خلل نروح للانتخابات العامة قالوا لا ما نروح انتخابات عامة خل نبدل هذا هم درس انه شل لك بالانتخابات المبكرة استمر وعمل وتعلم من الاخرين وان في قصصهم عبرة قصص الاخرين عبرة وهي بريطانيا اللي يريدها البعض ان تتحكم بمصيره في العراق هي حائرة والله حائرة واتمنى ان شاء الله في الاسبوع المقبل اذا الله سبحانه وتعالى اعطاننا الحياة ان احدثكم عن بريطانيا في عهد ريشي سوناك وما ستواجهه ايضا من ازمات في المستقبل ما دامت الازمة الكورانية باقية في امان الله